بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعرب عمر دوني معكم arabichtml.com طبعا نهاردة ان شاء الله هنتكلم على انجلر وايه هو انجلر قبل ما نبدأ نشتغل على اي حاجة طبعا لازم نعرف الكلام ده كله طبعا انجلر زي ما قلنا هو فريمورك وطبعا فريمورك زي اي فريمورك ممكن يكون زي بوتستراب ممكن يكون زي فاينديشن حورس ولو بصنا اكتر هنلاقيها زي جي كوير موبايل الحاجات اللي هي ان احنا ممكن واحنا شغالين على htmap بتاعنا بنزود الكلاسات بتاعتنا على اساس ان هو عايزينه يظهر بالشكل دوا وبعد كده قدام احنا ممكن نزود الجي كويري بتاعنا ممكن نزود ال css بتاعتنا على اساس ان هو يخلي الشكل زي ما احنا عايزين بالظبط طبعا انجلر one page او single page الجزئي دي مهم جدا على اساس ان هو البروزر بتاعنا بياخد الشكل مرة واحدة طبعا ال html css database الكلام ده كله بيعمل لود للبروزر بتاعنا وبعد كده لما نيجي احنا نعمل كلكاية تانية كل حاجة بتفضل زي ما هي الحاجة الوحيدة اللي بتتغير اللي هي ال data بتاعتنا طبعا ال data هي المتغير بنبدأ نحطها جوة devs وبعد كده بنقول ان ال dev دوان هيتغير من كلكاية دي او ال dev دوان بتغير الجزئية دي وهكذا لما نيجي نبص على معنى اكبر هنبص ان هو AngularJS Framework و MVC طبعا MVC دي بتبقى جاية طبعا كلمة منشقة واحنا طبعا على ما اعتقد ان احنا اسمعنا الكلمة دي كتير بس هو جاي من MVC اللي هو Model View Controller طبعا model دي الجزئية المهتمة بال data بتاعتك طبعا اول ما بتيجي تبص ان انا عايز اجيب ال data base بتاعتي او انا باكتب ال data او انا بعمل اي حاجة جوة ال data بتاعتي اللي هي المعلومات بتاعتي دي بيبقى متحكم فيها اللي هو المودل بعد كده بيجي ال view ده طبعا الاوتبوت بتاعنا هو ده الشكل اللي هيطلع فيه على البراوزر وبعد كده ال controller ده بيبقى اهم نقطة في الموضوع طبعا اهم نقطة في الموضوع لانه هو طبعا انا بعمل بعد كده control ان انا لما تيجي تعمل click هنا الجزئي دي هتودين على جزئي دي لما اجي اعمل click هنا دي هتاخدنا على كده ال data بتاعتي وهكذا طبعا لما نيجي نبص على angler بمعاني كتير هنبص على انه هو directive هنبص عليه انه هو data binding filters routing controllers طبعا لما نيجي نبص لها على directive بس directive اللي هو على اساس انه هو انت متابعه في حاجات معينة كل جزئية انت مثلا عايزها كل حاجة بتبتدي ب ng dash وهكذا على اساس انت بتبدأي data binding على اساس انه هي data بتاعتنا بتيجي تعمل لها bind ال data دي بتتغير لما تيجي تعمل click وال data هي اللي بتفضل زي ما هي وبتبدأ ان احنا نغير في data معينة ممكن نعمل لها filters ممكن نعمل لها routings routings اللي هو اللينكات بتاعتنا ودي جزئية مهمة جدا وبعد كده controller على اساس ان احنا بنبص على حاجات كتير مش هي دي بس الحاجات بتبقى جوه انجلر طبعا لما نيجي نبص على انجلر في البروزر بتاعنا لما نيجي نروح على anglergs.org ونيجي نبص على ال download بتاعنا هيظهر لنا ال option الكبير او ده طبعا هنا بيقولك stable وهنا طبعا unstable دي طبعا ده النسخة اللي هي جاهزة الوقت اللي انت ممكن تشتغل عليها انت ممكن تشتغل هنا اهو على last ده طبعا جاية من الجزئية اللي هما لسه developer شغالين عليه لسه مخلص فانت ممكن بردو تبص عليه على اساس ان انا عايزة بص على الحاجات اللي هو ايه الجديدة الحاجات دي ممكن ان انا زود فيها اناقص فيها دي حاجة احنا ممكن نبص عليها بعدين طبعا ال build طبعا المنفي وال uncompressed ده طبعا زي ما قلنا المنفي اللي هو الفايل المضغوط هو طبعا شايل لك بقى ايه لما تجي انت بتشوف اه الفايل مثلا لجيكوير او فايل اي فولدر او اي جيكويري بلجين انت بتنزله بتلاقي مثلا ايه ان الوايه� بتاعتنا مهاش مكتوبة كأنها مكتوبة ازي واحد كتب لا كل الفايل المضغوط هو كلام جنب بعض بس على السنو بيصغر لك حجم الملف وطبعا الـ uncompressed ده طبعا اللي هو كل حاجة مكتوبة كلها شكلها نضيف احنا ممكن كdeveloper ممكن نفهم الجزئي دي وممكن نبص هم شغالين على الجزئي دي ازاي وهنا طبعا ده LCDN بتاعتنا ده طبعا الـ power بتاعنا لو انت شغال على power وهنا لو انت شغال على node.js طبعا لما هنيجي نبص على LCDN ده طبعا بتبقى جزئية على اساس ده بيبقى أسرح حاجة على مستوى الـ net على اساس انه هو بدل ما يعمل البراوزر يعملك download للـ library لكل واحد بيعمله download لا ده معمول عليه كاش او موجود على البراوزر عمتا لو البراوزر بتاعك فتح الموقع ده مرة واحدة بعد كده مش هياخد الفايل ده تاني يبقى هو بينزله مرة واحدة وده طبعا أسرح علينا لما نيجي ننزل هنا على الأكسترا طبعا models وهنيجي نبص نحو دي حاجات تابعة برضو لـ AngularJS على اساس ان انت عايز تزود له الـ animation عايز تزود له cookies loader طبعا الحاجات المهمة جدا اللي هو الـ route اللي هو زي الـ link cat من page للتانية او زي partial للتاني طبعا هنتكلم على partial وايه هو الـ partial والحاجات دي كده كلها وهنا طبعا بقيت الشغل اللي هو الـ JSON الـ version لا بلا بلا الحاجات دي كده كلها وطبعا يبقى كده احنا رجعنا هناه التاني لما نجي نبص على الـ learn سيبك من learn دي او انت ممكن تبص عليها لان طبعا كلها video tutorials الكلام ده كله لما هنجي نبص على الـ developer هنجي نبص على develop وبعد كده هنروح على الـ API reference ومن هناهو هنلاقي كل حاجة طبع أنجلر واخد طبعا الـ ng وبتيجي هناهو على اساس ان انت بتيجي تبص للـ forum هتيجي تشتغل ازاي أنجلر هيدي لك ايه على اساس ان هو لما يجي يقول لك اشتغل على الـ forum بنفس الطريقة كده لما تيجي تبص على الـ angler لما تيجي تبص على الـ ng والكلام ده كله ولا بلا بلا والـ hatriff بتاعنا كلها حاجات تابعة أنجلر لازم وانت شغال الجزئية بتاعت الـ develop الـ API reference دي بتبقى جزئية مهمة جدا اللي انت بتبدأ فعلا تشتغل عليها وتبص وكده بنلاقي ان احنا بقى نوقف بقى كده كلام على اساس ان احنا ناخد اول simple example لنا لـ angler ويلا بينا بسم الله وتوكلنا على الله ده طبعا الفايل بتاعنا اللي احنا هنبدأ نشتغل عليه ده طبعا لو جينا بصين الحاجات المهمة هنلاقي هنا ده الـ viewport للـ media query بعد كده في اتنين link للـ style foundation اللي هو normalize اللي هو الـ reset بتاعنا وفي بعد كده foundation اللي هو frameworks وبعد كده في stylus dot css ده لو احنا عايزين نزود الـ style بتاعنا ده link للـ angler بتاعنا وهنا طبعا تحت خالص link للـ jQuery لما اجي اطلع فوق خالص على اساس ان انا عايز احط في الـ html ng-app وطبعا لسه انا مش هعمل اي app فطبعا انا هسيبقى فاضية ده بمجرد ان انا بس بحط الجزء دي بقول الفايل بتاعي ان انا هشتغل على angler هاجي انزل تحت وهنخش جوا على اساس ان انا عايز اعمل form بتاعتي هنخش جوا التاني وقول هنا ان انا عايز اعمل label وبعد كده هقول هنا your name وهنزل تحت على اساس ان انا عايز اعمل input بتاعي وهنا طبعا عايزين نحط place holder وهنقول ان احنا عايزين نقول your name control s وبعد كده طبعا انا هروح هنا على اساس ان انا هشوف انا عملت ايه طبعا ظهر لي هنا هو label وبعد كده هنا your name لو ان انا عايز اعمل الاسم ان انا عايز ادخل الاسم بتاعي الكلام ده كله طبعا هنا هاجي اطلع على جزئي دي واروح تاني على الفورم بتاعتي وهنا عايز ابص على اول angler وهقول هنا ng-model طبعا ng-model على اساس ان هو بيديني ان انا عايز اعمل جزئية معينة في الانبوت وعايز اعمل لها link لجزئية معينة التانية في html بتاعي هاجي هنا هو واقول ان انا عايز اعمل your name وهاجي انزل تحت الفورم على اساس ان انا هعمل h2 tag واقول هنا hello وبعد كده جوه curly process مرتين اتنين curly process هاجي اكتب هنا نفس الجزئية اللي هي الموضل بتاعتي اللي هي هنا هانيجي هنا نقول your name هقول هنا ctrl s يبقى انا هنا من قبل ما اروح هنا اعمل انا طبعا حطت الانج model your name وهنا طبعا طلعت برة حطت your name ان انا الوقت بعمل اتنين link لجزئية دي بقول اي حاجة هتحصل جوه ال input عايز هتعمل لي في نفس الوقت output للجزئية ال H2 تاقي وهاجي هنا وهو وهعمل refresh هنلاقي تحت طبعا هنا هلو هول ما هاجي هنا اقول ان انا عايز اكتب اسمي من لقي طبعا كل حاجة في نفس الوقت بتتغير هاجي هنا اقول ان انا عايز احط اسم تاني وهكذا كل ما انا عمال اكتب كل ما الجزئية اللي تحت عمال بتتغير وكده يبقى احنا بصنا على اول سيمبل مثال لنا لانجلر على اساس ان احنا من اول الدرس الجاي بدأنا نزلنا انجلر خلصنا انجلر في جزئيات معينة وجهزين ان احنا فعلا نبدأ نخش على الجزئيات التقيلة وشوفكم المرة الجاية يلا سلام يا عرب